اهلا احبائنا مشاهدينا في هذه الحلقة راح نجاوب على سؤال وهذا السؤال كتير بيسألوه احبائنا واخوتنا المسلمين بيسألو عن يسوع اللقب المستخدم في الكتاب المقدس يسوع المسيح حمل الله فلماذا تقولون عن يسوع انه حمل وكأنه الموضوع يتعيب من هذا الامر مع اننا شرقيون ندرك كل الادراك اهمية الاسماء واهمية الالقاب واذا في شعب اللي بيفهم هذا الموضوع هو الشرق الاوسط يعني مثلا اللي عايش في شمال امريكا الشعب الاصلي مثلا بتلاقي الاسماء اسماء حيوانات اسماء غراب اسد غزال الى اخره دايما بلقبوا بعض في هذا الشيء فالسؤال كان اليس هذه اهانة اهانة للرب يسوع المسيح المقصود وطبعا في هذه الايام احبائنا المسلمون احتفلوا بعيد الاضحى وكلمة الاضحى من اضحية اللي بكل بساطة بقدم خروف حمل حيوان يذبح طبعا واكيد له دلالة كتابية لانه هذا العمل مش جاي من عبث ولا من فراغ له دلالة كتابية وحتى في العدات الشرقية هذا الشيء متعارف عليه مثلا عنا في الشرق بيحبوا الاسماء الزخمة عارف الاسماء القوية بيسموا مثلا اسد فلان اسمه اسد او نمر او اسم فهد المقصود من هذه الاسماء هي وصف الشخصية شخصية الانسان وكتير من الاسماء كمان بتوصف صفة فلان يعني مثل العقرب فلان اسرع من الغزال فلان مثلا مثل الصقر او مثل النسر عينيه مثل النسر وهكذا كل هذه الاسماء القوية اللي احنا منعبر فيها في الشرق الاوسط هي تعبير عن عظمة وقوة الانسان في الكتاب المقدس شيء مهم لكن مختلف نوعا ما بالنسبة للاسماء الاسماء فيها القاب وفيها عمل وفيها تشبيه يعني في كتير ناس مثلا اسم مش على مسمى مثلا فلان اسمه جميل لكن بالحقيقة هو ليس جميل وفيه شخص مثلا اسمه لطيف يا لطيف ألطف على هاللطيف بيكون أقسى انسان وهكذا لو الاسماء تشترى بالاموال يمكن منشترى الاسماء بالمزاد ومندور على أرخص الاسماء بس الاسماء احنا ما مندفع فيها مصاري ولا منتعب فيها منسمي لكن الهدف من التسمية لعل وعسى ان الشخص فعلا يعيش بحسب اسمه وبحسب لقبه ان المأساة الكبرى ان واحد يكون اسمه مثلا اسم عظيم لكن في نظر المجتمع هذا الاسم ملوث هذا الاسم يعني فاسد هذا الاسم عندما يذكر دايما فيه مأساة ودايما فيه معنى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة